السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد ومحمد تقبل الله ما لكم وطالب انتشرت في الأون الأخيرة تربية واقتناء ومصاحبة الكلاب فما هو حكم الإسلام في اقتناء الكلاب وكذلك حكم بيعها وشرائها طبعا أما الجواب من الجهة الفقهية أن الفقهاء والعلماء اختلفوا في بيان حكم هذه المسألة باختلاف الغاية من الاقتناء والتربية وهذا أمر قال به علماء الإسلام جميعا سواء كان من الشيعة من السنة فإنهم قد اتفقوا على هذا الحكم أما من جهة الاقتناء والتربية فإنهم قالوا إذا كان الاقتناء لغارضي الصيد باعتبار أن الكلب يعتبر أحد وسائل الصيد والفقهات تعرضوا إلى حكم صيد الكلب من الحلية وغير ذلك أو كان لغارضي الحراسة كما جاءت في بعض الروايات حراسة الماشية الأغنام مثلا أو حراسة البستان أو حراسة الحائط يعني الدور وغير ذلك اللي ممكن اليوم منوسعه للمؤسسات والمحلات وغير ذلك يعني كلب الحراسة مطلقا لذلك أو كان كما قال بعض الفقهاء من أجل منفعة عقلائية معتد بها كما إذا كان اقتناء الكيل بالكشف عن الجرائم وأمثال ذلك فهذا لا إشكال فيه عند الفقهاء أما إذا كان الاقتناء والتربية لغير هذه الأمور العقلائية المعروفة كما لو كان اقتناءها للزينة أو للمؤانسة أو للتسلية كما الآن يعمل بها ليس لغرض هذه الأمور فهذه مكروهة يعني وردت هناك روايات تنص على كراهية اتخاذ واقتناء الكلاب أعزكم الله لغير الأغراض التي ذكرتها سابقا ومن مساوئ اقتنائها أنها تحرم أهل الدور والبيوت من الفيوضات والبركات الإلهية التي تنزل بها الملائكة التي تنزل بها الملائكة الله سبحانه وتعالى ينزل بركاته ونفحاته وعطايا بوسائل من؟ الملائكة ولهذا لدينا ملائكة الرحمة ملائكة البركة ملائكة المغفرة مثل ليلة هذه الجمعة تنزل الملائكة التي ترفع طلبات وحوائج المؤمنين الله سبحانه وتعالى ولكن هناك روايات عشارة على أن البيت أو المكان الذي فيه يكون الكلب لغير هذه لا تنزل ولا تدخل فيه الملائكة أقرأ لكم رواية أيضا مروية في كتب الفريقين كذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن جبرائيل أتاني فقال إن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب لا ندخل بيتا فيه كلب كمان هناك بعض النصوص التي تشير أن أيضا اقتناء الكلاب يسبب نقص الأجر والثواب في أعمال الإنسان في أعمال المؤمن وهنا هذه الرواية أيضا مذكورة في كتب الفريقين منها قال عن النبي صلى الله عليه وآله من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قريطان في كل يوم قريطان يعني جزآن من العمل يكونوا ناقصا إذن هذا مكروه تدل على كل حال رواية عدم نختم مضافا ويتأكد العمر في حال الصلاة ورجعت روايات تنص على كراهية الصلاة في مكان فيه كلب سواء بيت أن يكون داخل طبعا لا أن يكون خارجا ولهذا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلبا صيد وأغلقت دونه بابها يعني إلا أن يكون غارب للصيد هذا ويغلق ليكن يدخل في هذا المكان وكما تعلمون أن الكلب نجس العين كله نجس لعابه شعره بدنه كله يعتبر نجس إذا لومس بالرطوبة فكل أجزاء نجس وأيضا وقوع الشعر على اللباس يؤدي إلى بطلان أصل إذن الاقتناء من الجهة الشرعية لغير الأغراض المذكورة يعتبر من الأمور المذمومة المكروهة أما بالنسبة للتجارة فبيع هذه الكلاب شراء هذه الكلاب كما هو الآن واقع هل هو جائز أو ليس جائز المعروف بين الفقهاء سنة وشيعة أنه يجوز بيع وشراء الكلاب الأربعة التي ذكرتها لكم إذا كان لغرض الصيد إذا كان لغرض الحراسة البيت أو المنازل أو المؤسسة أو للأغراض العقلائية المعتد بها بيعها وشراءها يعتبر صحيح شرعا أما التجارة في غير ذلك للكلاب الأخرى التي ذكرتها لكم كالزينة والتسلي وغيرها فما حكمها المعروف بين الفقهاء أنه حرام من الجهة التكليفي حرام مو فقط أن المال لا يملك هذا الفعل حرام كمن يبيع الخام كمن يبيع الأمور المحرمة الأخرى ويعتبر الثمن سحت يعني مال غير مشروع وقد جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الخمر ومهر الباغي الباغي عن الزانية وتمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت إلى اللحظة الخمر وثمن الباغي والكل من السحت يعني من المال الحرام الذي يأخذه الإنسان في بيعه وشراءه يعتبر من المحرمات فلا يملك ولا يجوز التصرف به وأكله له آثار سلبية عليه وعلى عياله فإذا المتاجرة بهذه الكلاب التي لا تكون لغرض الأمور المذكورة أمر محرم من الجهة التكليفية ومن الجهة الوضعية يعتبر بيع باطل هذا والحمد لله محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر